قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن هناك تفاؤلا كبيرا بإنهاء حالة الانقسام التي استمرت 14 عاما من خلال العمل الجاد نحو الانتخابات وأكد المالكي في كلمته أمام أعمال اجتماعي وزراء الخارجية العرب في دورته الخامسة والخمسين بعد المئة الذي عقد بمقر الأمانة العامة برئاسة قطر رفضه تدخل أي جهة في هذه الانتخابات سياسيا أو تمويليا بشكل مباشر أو غير مباشر وأعرب عن أمله في دعم الجميع وتحفيز كل القوى الفلسطينية على العمل لصالح انتخابات ديمقراطية وشففة ومنع دولة الاحتلال من التعرض لهذه الانتخابات بمنعها أو التأثير فيها كما أعرب وزير الخارجية عن تفاؤله حيال انعقاد المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خاصة بعد الاستماع إلى العديد من المداخلات للدول الأعضاء في مجلس الأمن وأشار إلى انتظار خطوات تصحيحية من قبل إدارة بايدن فيما يخص القضية الفلسطينية وإلغاء ما تم اتخاذه من إجراءة وخطوات غير قالونية من قبل إدارة ترامب من قبل إدارة ترامب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر